موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اترى بجوه هم هذا الأواني وخلال هذه الليلة وصبحتنا الغد كل المناطق الشمالية خاصة من منطقة الصورة ولما السحر الوسطى حتى تقريب بالسوحل الوسطى منهم العاصمة باسابو مردس المدية البليد عين الدفلا ونجدوا نحطوا بها حتال البيض النعامة ومنطقة الصورة بالشار لنرتقي بعض الأمطار الرعدية في هذه المناطق وليح تكون قوية خاصة على السحر الوسطى الواحات وشمر السحر حتى على التصحيل تؤدي لتطيع الرمال ورؤية ضعيفة بينما شرق البلاد سماع عموما غائمة كمعظم المناطق تعقس الجنوب خاصة برج باجي مختار وعين قزام نشوفوه خلال الظاهرة الوضعية بدون تغييري بقى التقسم متقلب وغير مستقر يهم من منطقة الصحر الوسطى والصورة والهضب العليا الغربية والوسطى حتى لسوحل بحر الأبيض المتوسط خاصة ما بين مستغانم وبجي مورن بالجزاء العاصمة بازابو مردس وأيضا المناطق الداخلية كالشلف عين الدفلة وأيضا منطقة الجلفة البيض النعمة وأيضا بالشار الرياح قوية على الواحات السحر الوسطى والهوغر وتصلي تؤدي لتطيع الرمال ورؤية ضعيفة تكون جزولي درجة الحرارة ننتظرها صباحة هذا الحد إن شاء الله حرارة نقدر نقوله فصلية خاصة على الغرب لأنها ننتظر عشر درجات فقط على وهران تناش بالعاصمة 14 بعنبا على المناطق الداخلية الغربية ما بين 6 إلى 7 درجات بسبب الميتات لمسان 9 ببشار 15 بين غردية شوفوا الفرق ما بين بشار وغردية 9 إلى 15 20 بورقلة 18 على الهوغر والتاصلية 20 بأضرار وأيضا برج باج المختار و23 درجة في الفجر على منطقة عين أزواء وعين قزام نشوفوا درجة الحرارة كيف أشغل والظاهرة إن شاء الله تكون مونخفضة شوية على غرب البلاد 17 على مدينة وهران باركونتر عنابا 22 درجة 20 بالعاصمة 15 على المدن تعد هيضب العليا الصورات 16 درجة 26 بغرج بلاد حاسم ونير حاسي خبي ومدينة تندوف 38 في برج باج المختار 41 درجة ننتظرها في ظاهرة نهر الغد إن شاء الله على منطقة عين قزام جانت واحد وثلاثين ورق لحاسم سعود حاسي بركين روض النص والواد ما بين 27 28 درجة أما مدينة غردايا 22 درجة مئوية و17 درجة في مدينة قسمطينة وأم البواقي عين من الله وعين بيضاء لكن جزء الملاحة والصيد البحري المحار عموما مهول على طول الشارة الساحية لأن الرياح تكون ما بين عشرين ثلاثين ربعين حتى بعد الأحيان في البعض تلحق الخمسين كيلومة الساعة والإتجاه التعليح تكون شرقية تماما على طول الشارة الساحية إما الرؤية تكون ضعيفة شوية على السواح للوسطى لأنها سحوب السوبلا والعمطار ننتظر ما بين واحد إلى تلت أميال بحرية بينما على الشرق وعلى الغرب تكون ما بينزوج إلى أربعة أميال بحرية كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بمعلومات فلكية غرب وشرق السمش ودائما هذه العنوية الإلكترونية في خدمتكم الله يدوم وقصتكم دائما مع برامج الشرق